لا يمكن أن يكون لأهداف إنسانية بهذه الجملة علق الغزيون حول إقامة مستشفى ميداني أمريكي على أراضي قطاع غزة قرب حاجز بيت حانون إقامة المستشفى الأمريكي لاقت رفضا شعبيا واسعا وسط مخاوف من أن يكون المستشفى في حقيقته قاعدة عسكرية أمريكية منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية لمستشفى ميداني يحط رحاله في قطاع غزة بزعم رغبتها في تقديم مساعدات إنسانية لسكانه حتى تعالت أصوات الشارع رافضة لهذه المساعدة التي بدت بالنسبة لهم مشبوهة ولا يمكن أن تمر مطالبين حركة حماس توضيح الأمر برمته يعني إيشو بتعمل أنتوا فهمونا كشعب إحنا فهمونا شو القصة يعني إحنا بدلا ما ناخد من أراضينا بتحط كمان مستشفى أمريكية وقاعدة أمريكية على أراضينا شو بتعمل شو بتسوون ته هاي نقطة لازم الشعب أصلا يفهمها وما حد فهم حاجة أصلا ما يقول لك مستشفى أمريكي عشان علاج للشعب الفلسطيني شو علاج للشعب الفلسطيني؟ هم معنا هم منبسر قيتها إنه علاجوا الشعب الفلسطيني وعنا نقص في الإمدادات الطبية ونقص في المستشفيات لكن المشكلة واللبس الحاصل إنه في جهة مسؤولة طلعت بتصريح تفهمنا إيش وظيفة المستشفى الأمريكي لأن بعض التقارير طلت إنه هذا قاعدة أمريكية ومن كلام هذا لكننا نحن نتمنى إنه جهة صاحبة قرار توضح لنا الأسباب الرئيسية وإيش وظائف المستشفى هذا ومين الداعم إليه ومين المسؤول عنه بالمتابعة المتاحة بدت الصورة مشبوهة بالنسبة لأهالي القطاع ومعظم الفصائل الفلسطينية على حد سواء التي رأت بأن إقامة هذا المستشفى لا يمكن أن يكون لأهداف إنسانية بل يحمل أهدافا سياسية خطيرة قد تؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية وتطال أمن سكان القطاع نعتبر الولايات المتحدة هي رأس الإجرام في العالم لذلك نرفض وجود هذا المستشفى ونحذر من تدعيات وجوده واستخدامه لأغراض أخرى قد تكون أغراض أمنية أو سياسية أو قد يستخدم لتجارب علمية على حساب الشعب الفلسطيني المستشفى الميداني الأمريكي الذي سيقبع على أراضي شمال قطاع غزة بالقرب من حاجز بيت حانون أو ما يعرف بمنطقة إيرز والذي يتربع على منطقة حدودية فرض العديد من التساؤلات التي لا بد أن تتضح إجابتها هذا المكان مريب ببوابتين بوابة باتجاه الاحتلال وبوابة باتجاه قطاع غزة بالإضافة إلى البوابة الكبرى على شاطئ البحر يمكن أن يتحول إلى معسكر للجيش الأمريكي خاصة وأن الإشراف عليه والسياد عليه تكون للولايات المتحدة الأمريكية هذه السابقة خطرة يجب أن تتوقف يذكر بأن حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة ترى بأن إقامة المستشفى الميداني الأمريكي يأتي في سياق تفاهمات لتخفيف أزمات قطاع غزة منعوك القناة رؤيا غزة فلسطين